اهلا بكم اعلن الحوثيون تنفيذ عملية عسكرية ضد سفن امريكية واسرائيلية في خليج عدن والمحيط الهندي وقال نتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيا سريع ان جماعته استهدفت سفينتين امريكيتين احداهما حربية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة والطائرات المسيرة واضف انه تم استهداف سفينة اسرائيلية في المحيط الهندي بعدد من الطائرات المسيرة واجدد التأكيد على استمرار جماعته في منع عبور السفن الاسرائيلية او المتجهة الى الموانئ الفلسطينية المحتلة في البحرين الاحمر والعرب اضوى كانت شركة امري البريطانية للامن البحري قد قالت انها على دراية بحدوث واقعة الى الجنوب الغربي من العاصمة المؤقتة عدن وفق وكالة رويترز من جهتها ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة انها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 72 ميلا بحريا الى الجنوب الشرقي من ميناء جيبوتي واضافت ان سلطات تحقق في الامر مجددة تنبيهها للسفن بالعبور بحذر او الابلاغ عن اي انشطة مشبوهة وينفذ الحوثيون هجمات ضد السفن في البحر الاحمر وخليج عدن ما ادى الى تأثير التجارة العالمية البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية قال المبعوث الاممي لليمن هانس جروندبرغ انه بحث مع مسؤول بريطاني جهد احلال السلام في اليمن واضاف مكتب المبعوث في تغريدة على منصة اكس ان جروندبرغ بحث مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنويلث وشؤون التنمية اللورد طارق احمد بحث ضرورة الحفاظ على بيئة تدعم الحوار البناء وسبل تحقيق تقدم في خارطة الطريق الاممية وكان المبعوث الاممي قد اختتم مباحثات في الرياض مع مسؤولين يمنيين وسعوديين حول سبل احراز تقدم في خارطة الطريق الاممية فيما اختتم وفد من مكتبه زيارة الى العاصمة المؤقتة عدن ضمن جهود اطلاق عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة ميدانيا اصيب مواطن في قصف حوثي على منطقة الفاخر غرب مدينة قعطبة بالضالع وقالت مصادر محلية ان الميليشيا قصفت بالاسلحة المتوسطة والخفيفة مزارع المواطنين في منطقة الفاخر على خطوط التماس بين مواقع الميليشيا ومواقع قوات الجيش الوطني واضفت المصادر ان الميليشيا المتمركزة غرب الفاخر قصفت عشوائيا مزارع تقع في مناطق التماس كما منعت المواطنين من العبور الى مدينة قعطبة مشيرة الى اصابة مواطن بقصف الميليشيا كشف تقرير حقوقي حديث ان اطراف النزاع في اليمن ارتكبت نحو 130 انتهاكا جسيما ضد الاطفال منذ بدء الهدنة الاممية في ابريل 2022 وقال التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان ان الانتهاكات نتج عنها اكثر من 157 ضحية في 13 محافظة يمنية حتى ديسمبر من العام الماضي وضف ان الانتهاكات شملت اعمال القتل او التشويه والعنف الجنسي والاختطاف والتجنيد والهجمات على المدارس ومنع المساعدات وتصدرت ميليشيا الحوثي قائمة اطراف النزاع في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة ضد الاطفال خلال فترة التقرير هاتو الموجز إلى اللقاء